ودلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الملول والتقص في القاهرة والمحافظات ونتعرف منها كمان على أحلى صدفة حصلت معاها وكانت وش السعادة عليها ودينا أصلا من الناس اللي هي يعني بتبقى ماشية كده متفقلة وأي حاجة دايما بتبتسم وتبقى معتبرة أن دي حاجة جميلة وأن اليوم بيبقى عندها حلو يا دينا صباح الفل عليك صباح خير عليك دينا صباح خير يا شازلي صباح استعادة وتفقى على كل المصريين في كل مكان كل حاجة في حياتي صدفة كيتمون جميلة أرد الرد بتاعك لكن لا بجد يمكن أنا قابلت صدفتين في حياتي وبعتبر أن الصدفة هي قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من عنده يعني هي ما بتبقاش ممكن إحنا بنتخيلناها صدفة لكن هي مترتبة من عند ربنا طبعا مقابلتي بالشريك حياتي والحاجة التانية لما غيرت الكرير بتاعي واشتغلت في الميديا يعني ده كان بنسبة لي صدفة يعني صدفة كبيرة فعلا أن الواحد يغير من مجال لمجال تاني ويحقق حلمه بعد ممكن سنين كتير قوي بيحاول فيه وبصدفة يمكن في لحظة طب بتيجي تعملي تست هنا وفي المبنى الكبير مبنى ماسبيرو قعدت اختبارات لمدة سنتين وأنا مش عارفة هل هي طرف عنا هيقبلوني ولا لأ وفي الحمد لله في الآخر بقيت يعني مقدم برامج فيه ماسبيرو لكن ده كانت من أجمل صدفة اللي حصيتلي في حياتي طبعا أن أنت بتحقق حلمك يعني الصدفة لما بتيجي وانت عندك حلم طفولة وبعدين بتبدأ أنها يتحققها لك بعد كده وانت بتكون خلاص عارف اللي هو فقط الأمن الممكن أو مش عارف الطريق اللي توصله زي عشان تحقق الحلم ده وبصدفة صغيرة يتحقق فعلا فبتحت يعني بتحس أن كده دي حاجة من عند ربنا وقدر من عند ربنا كبير جدا خلوني يبقى عشان ما يبقاش في صدفة في أن احنا نقابل في الشوارع زحمة ناخدكم كده في جولة عن أحوال المرور